كشف القيادي في تنظيم داعش في سوريا صدام الجمل أسراراً جديدة عن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي والخلافات التي تتسبب باختتال بين التنظيم وجبهة النصرة إلى جانب مصادر تمويل التنظيم التي قال إن أغلبها يأتي من الخارج واعترف الجمل بتلقيه هدية من البغدادي وهي رسالة تتضمن تسميته من قبله بأبو رقي الأنصاري فضلاً عن مبلغ مالي موضحاً أن الخلافة والاقتتال بين النصر وداعش هو بروز أبو محمد الجولاني الذي علم بمحاولة تصفيته من قبل داعش